وكانت مملكة البحرين سجلت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في أخر إحصائية لها تسجيل 6708 حالات قائمة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية منذ فبراير عام 2020 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 39672 حالة منها 109 حالات تتلقى العلاج في المستشفى و13 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافية 3684 حالة إضافية ترجمة نانسي قنقر